اجواني قبل شوية نزل مقطع واللي كان بعنوان جواري مسيطرة ولكن المقطع طبعا ما كان فيديو كليب مثل ما اتوقعنا ولكن الصراحة كان افضل من الفيديو كليب ليش دا اقول هذا الكلام لانه هذا المقطع كان في قصف جبهات كثيرة وبنفس الوقت شرح بقصة اغنيات مسيطرة وطلع بها نوعا ما فضايح ولكن على الخفيف بالبداية طبعا نتكلم على بيسان وصار يقلدها باغنيتها الجديدة وصراحة التقليد كان كلش مضحك اتوقع يعني وبنفس الوقت صار ينتقد على ملابسها بالاغنية اللي هي اغنية مسيطرة اما بالنسبة الانس الشايب فمو بس قصفها بنفس الوقت اتهمها انه هو شاد راح احطو لكم اللقطة اللي اتكلم فيها عن انس الشايب شوفوها وبعدين نشرح لكم ياها هذا خاروفي يلا ما راح اخد خاروفي شي ضيعا نضحكوها شوي اصلا شوي اصلا شوي على اللايب شان ذو لعب سبو يروح كومنتاتون ايه اصلا هزلنا شوي يلا يا جي يلا يلا طبعا هنا جواني كان يقصد البث المباشر اللي فتحوها مبارحة انس وبيسان على الانستجرام وطبعا انس الشايب من كثر الملل وهو دي ينتظر اغنية بيسان جديدة تنزل لانه تأخرت بقتها فصار يتمرقص بالبث المباشر على موض يعني يونس الناس من الكلام على اغاني حاولت صراحة ان ادور على هذه اللقطة ولكن لاسف ما لقيتها ولكن انتوقع هوا ينزلوا البث على قنواتهم فاللي عندها هاي اللقطة يتبنى بالكومنتات على موضة الاشخاص المشافوها يدخلوها طبعا انا شفت البث المباشر فشفت اللقطة يعني ثاني شي جواني يتكلم عليه واللي هو التعليقات السلبية اللي تجي على اغاني بيسان او على اغنية بيسان بالتحديد وصورها بالانستجرام وصراحة هذا الكلام صحيح انا داما لاحظة ما يدخل على حساب بيسان ودخل على صورها اشوف داما الكومنتات كثير سلبية وخاصة على اغنيتها الجديدة ولكن طبعا اكيد بنفس الوقت كانت تجيها كومنتات كثير اشخاص قلوه لان الاغنية حلوة بنفس الوقت اشخاص يحبوها يعني هذا هو تقريبا كان ملخص مقطع جواني اما بالنسبة للاشخاص اللي مفتهمه كل جزين شرح جواني لما شرح انه على اغنية حنين ومن هاي الكلام فاني اليوم الظهر نزلت مقطع وشرحت بي القصة كاملة فاللي حاب يروح يشوفه ويفهم القصة اكثر يعني تلقوا بالقناة وبس والله احنا وصلنا لها المقطعات من المقطع اعجابكم فلس تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وبس تشاركوا بالقناة من قناة مملكة الخصص ومع السلامة